عندما تقول أنه لا يوجد أو يعني تؤمن تقرر تقرر أنك تنتصر للرأي والفكرة اللي موجودة في الفقه الإسلامي بالمناسبة وفي المزاهب الإسلامية فيه كثير من علماء بس بتغطى عليهم مصطورين خالص يعني في الذكر وبيقولوا أنه ما فيش حد ردة لو أنت قررت تقول أنه ما فيش حد ردة لا يوجد حد ردة في الدين الإسلامي سينطفط في مواجهتك السلفيون وأمثلهم وأشبههم ويقولك إيه ده؟ أنت عايز الناس تكفر كده وتخرج بالدين لما بيش في حد ردة فدعني أسألك أنا بقى وإنت رأيك أنه إحنا لما نقول أنه ما فيش حد ردة أن الناس هتخرج من الدين؟ يعني أنت معتقد أن الناس قعدة في الدين عشان خاطر خايفة تخرج فتتقتل بيبقىش دين ده يبقى سجن ويبقى دولا مش مسلمين ولا مؤمنين أصلا دولا ناس جبانة وخوافة يعني أنت موافق وراضي على مسلم مش مسلم ومش مؤمن بالإسلام بس مش قادر يقول وشايف إن ده حاجة كويسة هل ده شايف ده شيء يضيف للإسلام يقوّل الإسلام يقوّدينك أنت يعني شيء غريب عجيب مريب الحقيقة ترجمة نانسي قنقر